في ظل تناقضات كبيرة يحاول رئيس الحكومة محمد السوداني تقديم نفسه منقذا للعراق ماما الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مستعرضا ما وصفها بالإنجازات لحظ دعم دولي لحكومة بنتها بالأساس ميليشيات مدرجة على قوائم الإرهاب إن إرادة الاتفاق والتفاهم تغلبت في العراق الجديد ونجحنا بتجاوز أيام صعبة إرادة الاتفاق والتفاهم تمخضت عنها ولادة حكومة تضم كل الأطياف والمكونات هكذا يقول السوداني أمام قادة العالم رغم سمرار سياسة الأقصاء والتهميش وفق محاصصة طائفية زاعما أن حكومته تبنت برنامجا إصلاحيا شاملا لتصحيح المسار وإعادة الثقة بالنظام السياسي وهما يعني اعترافا ضمنيا بتفاقم السخط الشعبي من سلطة الأحزاب السوداني يضيف فيقول إن أولويات حكومته تركزت على توفير فرص العمل وتحقيق نهضة بالخدمات ومحاربة الفقر متغاضيا عن أن 12% من العراقيين يعيشون في العشوائيات بحسب وزارة التخطيط الحالية وعن الفساد وتأكيد مؤسسات دولية بالسشراء هذه الآفة فالعراق نشد السوداني دول العالم إلى مد يد العون من أجل استرداد الأموال المنهوبة التي تورط بتهريبها مسؤولون حكوميون يحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية إلا أنه كعادته تجانب الإشارة للميليشيات التي أدارت وأشرفت على عملية سريقة القرن وفق مجلة الإيكونوميست أما ملف النازحين فقد تحدث عنه السوداني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا إن حكومة وفرت ضمانات عودة طوعية لمئات الآلاف من المهجرين من مناطقهم عودة وصفتها منظمة هيوم الرايسوش بالقسرية التي عرضت النازحين للخطر بعد تركهم في العراء وفي الملف الإنساني نفسه الذي يرى السوداني بأنه وسيلة لحظ تعاطف دولي قال إن حكومته حسمت ملف المغيبين وقدمت الدعم المادي والنفسي لعائلاتهم غضا البصر عن اتهام منظمة العفو الدولية لحكومته بالتقاعس وأفلات الجنات من العقاب خطاب السوداني أمام المجتمع الدولي كان مليئا بالتناقضات حيث قدم العراق كواحة من العدالة والشفافية بينما تتبوأ البلاد منذ سنوات مراتب متقدمة في مؤشر الفساد الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان